لم يكن سحراء قاحلة كما هي الصورة بل كان سد مائي يحمل في جعبته عشرة ملايين متر مكعب من المياه ولم تكن الصفرة والجفاف سمة جيرانه بل كانت الخضرة والارتواء سمة جيرانه هنا سد الوالة انشأ عام 2003 ليسقي ألفي دنم من الأشجار وستمائة دنم من الخضار ومشاريع تربية أسماك واعدة على أكتافه بكميات تجارية قبل عامين زرنا هذا السد للإطلاع على هذا المشروع الذي أقف عليه من توسعة وتعلية للسد ليزد استيعابه من عشرة ملايين متر مكعب إلى خمسة وعشرين مليون متر مكعب من المياه لما له من أهمية للسكان المحليين وللمياه الجوفية ولكننا اليوم نرصد الجفاف بدل الزيادة وبحسب السكان المحليين وبعض المختصين فإن جفاف السد يعود لعدة أسباب لعل أبرزها تراجع المستوى المطري بنسبة 40% إضافة إلى تسييل 2 مليون متر مكعب من مياه السد في الموسم المطري السابق علاوة على ارتفاع مستوى الرواسب والطمي في قعر السد جفاف السد جفف أحلام المزارعين ونشف مزارعهم قبل أن تطرح ثمارها إضافة إلى نفوق آلاف الأسماك في مشاريع واعدة للسكان المحليين ويبقى الأمل معقود بالموسم المطري الحالي بأن يعيد المياه إلى مجاريها هنا في الوالة من سد الوالة في منطقة ذيبان معاذ لحنيطي المملكة أجت النقصان المياه في سد الوالة أجت بشغلة مفاجئة ما كان واحد متحضر لها بينما صار فين النقصان نقص فجأة من تحت السد كنت أمربي أسماك والثاني شيء بعد ما فات الأوان قمت منقاض عدد قليل من السماك اللي عندي والباقي نفق من نفس البرك يعني منقلت المياه وقلت الكسجين حجم الخساري يعني بدأ يقدر بحوالي بأشرين ألف سمكة بكانت في حالة التفريخ جراء نقصان في المياه ونقصان في الكسجين في البرك اللي كانت موجودة عندي طول البربيج أصر علينا أن منسع البربيج حوالي خمسة كيلو مع كابلات كلفان نزاد عنه لزوم كذا لك أن المياه ما كفت المزارعين عشان يسقوا المزارع تبعهم هارفت عليك كيف هنا خسارة يعني مش تقولي أنها نص لا خسارة فوق يعني أقول لك مية في المية خسارة صارت صراحة يعني أنا مزار عليك يعني والبركة هاي اللي يتغضب منها بتكفيهم يعني صراحة والله يعني بس هيك من جرد أنه يقولوا واحد يسرب لساعتين أو شاعتين يعني مزرعة تكون من ساحتها حوالي خمسة ستين دلم أو سبعين دلم أو مية دلم يعني بالله خمسة ساعات يعني يكفانها ما يكفانها عرفت عليك كيف يعني خسارة خسارة ما فيه مجال لأنك تقول قديش و قديش خسارة يعني مية في المية فيه خسارة ترجمة نانسي قنقر